موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى والنعمة المزدى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا في هذه الحلقة عن الركن الأكبر من الإسلام والمقصد الأعظم من الدين وهو الرحمة فالله تبارك وتعالى جعل المقصد الأعظم من هذا الإسلام في مقاصد الشريعة الكبرى هي الرحمة فلذلك تفتتح كل سورة من سور القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم وصف الله تبارك وتعالى المقصد من الرسالة النبوية لخاتم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة أما نبي الله صلى الله عليه وسلم الخاتم فقد أرسل للعالمين للإنس والجن وبني آدم أحمرهم وأسودهم وأبيضهم وأسفرهم ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بعبارة جامعة حاصرة مانعة فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة هو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة ولهذا في جميع مسائل الشريعة وأصولها وفروعها ينتشر هذا الخلق خلق الرحمة فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي الشقي هو الذي تنزع من قلبه الرحمة ولقد عرفت هذه الرحمة حتى الحيوانات العجماوات فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر في كل كبد رطبة أجر أي كل ما فيه حياة ورحمته وتعاملت معه بالرحمة ففيه أجر وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف مجتمع المؤمنين فقال فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ولهذا جاء في الحديث أن بغيا من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب كما قال عليه الصلاة والسلام عطشت هذه البغي وفنزعت خفها والخف من جلد جوارب من جلد فنزلت بئرا فملأت الخفة وشربت ثم رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فقالت لعل هذا الكلب قد ألم به ما ألم به فنزعت خفها وملأته وسقت الكلب فاستغفرت الله تبارك وتعالى فغفر لها فدخلت هذه البغي الجنة في كلب رحمته وعكسه لننظر إلى الصورة المقابلة حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة وهناك في الحديث زيادة مسلمة دخلت النار في هره في قطة حبست هذه القطة فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها لتأكل من خشاش الأرض ولتبحث عما تأكل وعما تشرب فكان مصيرها النار في هره وبعض شراح الحديث تساءلوا كيف تدخل امرأة مسلمة تصلي وتصوم وتحج النار في قطة لكن المحققين من الشراح ومن علماء الحديث قالوا أجل لأن ليس في قلبها رحمة والرحمة لا تنزع إلا من شقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الراحمون يرحمهم الله ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء بل إن هذه الرحمة وهذا الحب وصل الجمادات فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من معركة وظهرت له المدينة ظهرت له طيبة وظهرت له المدينة وظهر له أوحد فقال عن أوحد هذا أوحد هذه طيبة وهذا أوحد جبل يحبنا ونحبه ولو كان أحد غير رسول الله لا تشاء من هذا الجبل لأن هذا الجبل فيه وقعت هزيمة المسلمين في أوحد وفيه قتل واستشهد سبعول صحابيا من خيرة الصحابة وفيها استشهد أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله فلو كان أحد غير رسول الله لا نظر إلى هذا الجبل نظرة متشائمة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الجبل مشاعير وأحاسيس وأنه يحب ويحب جبل جامد صخرة جامدة تحب وتحب إلى هنا بلغت رحمة الإسلام وقد وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الصفة التي المقصد الأعظم من الإسلام مقصد الرحمة رحمة الخلق كلهم رحمة الخلق كلهم سواء كانوا بنوا آدم أو حيوانات عجماوات أو غير ذلك هذه الرحمة التي عرفها الإسلام حتى إنه منع من أن يتخذ شيء فيه حياة غرضا فقد مر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بشباب من قريش جعلوا دجاجة لهم غرضا يضربونها بسهامهم فقال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من يجعل شيئا فيه الروح غرضا فإلى هذا وصل الإسلام في رحمته وبهذا انتشر الإسلام في العالم بهذه الرحمة وبهذا التراحم وبهذه المحبة وبهذه المودة نكتفي بهذا القدر من هذا الطرف من الحديث عن الرحمة والرحماء الذين سيرحمهم الله تبارك وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر